نستهيل جولتنا في أبرز اهتمامات الصحف العربية من مصر حيث استأثر باهتمام اليوميات قرار مصر إحالة ملف أزمة سد النهضة لإثيوبيا على مجلس العمن بعد تعطر المفاوضات حيث أشارت لمصر اليوم والأهرابي لأن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعطر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير إيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد المفاوضات المضنية وشرت صحيفة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية المصرية أنه نظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر فقد طلبت مصر مجلس الأم بالتدخل وتحمل مسؤولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأم الدوليين وفي الإمارات قالت صحيفة الخليج في مقال لاحد كتابها إنما يعرف بقانون قيصر الذي أصبح عنوانا للعقوبة الأمريكية الجديدة على سوريا والذي دخل قبل أيام قليل حيث التنفيذ يمثل وجه آخر للحرب المستمرة منذ تسع سنوات بأدوات اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية واعتبرت صحيفة أن القانون بمضامله المختلفة واستهدافاتي للقطاعات الأساسية للاقتصاد ناهيك عن استهداف أي جهة دائما للحكومة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر سيكون الأكثر تأتيناً وأشد قسوة على بلد مزاقة سنوات الحرب بدورها كتبت يومي الدستور الأردنية في مقال لأحد كتابها أن هذا التصعيد الأمريكي لدى سوريا يأتي في ظل وضع دولي سمته الأهم عودة تنافس التستراتيجي بين القوى العظمى وهذا ما يتناساه الذين أوصوا بهذه السياسة في واشنطن وأضاف المقال أنه إذا كانت إيران وروسيا وحلفائي قد لعبوا دوراً ميدانياً حيوياً للتصدي لمشروع تدمير الدولة السورية وإعادة ترسيم المنطقة بما يخدم أهداف المشروع الصهي أمريكي لما بات يعرف بالشرق الأوسط الجديد التوسعي فإن المعطى المستجد الذي يثير غضب الولايات المتحدة هو الاهتمام الصيني المتنامي بسوريا وفي لبنان كتبت صحيفة الجمهورية أن السلطة الحاكمة في البلد تلقت جرعة انتقاد دولية جديدة شديدة لهجة أكست إشارة سلبية غير مشجعة تولت في الفترة الأخيرة من جانب المؤسسات المالية الدولية تجاه البلد والتي عبرت عن ضيق تشعر به حيال بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتي أضافت نقاط سلبية جديدة لدى القيمين على هذه المؤسسات حيال الوضع اللبناني والسلطة الحاكمة